بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ودلوقتي عاوزين نكمل مع بعض بفضل الله البرنامج اللي احنا بدأنا فيه من فترة جبيرة جدا برنامج المبيعات وعاوزين نبدأ في الحلقة 1222 بفضل الله طبعا من دبلوما من دبلوما لكن من كورسة لو أقل من كده وانا يعني وضحت لكم كل ده في الحلقة السابقة تقدروا ترجعوا لها عاوز قبل ما قردأ بس أقولكم كلمتين تمام طبعا انت لما بتعمل برمجة بالسي شارب في برنامج زي البرنامج اللي احنا شغالين فيه بفضل الله بتكون امكانياتك كويسة ويعني متعودة على لغة سي شارب وبتنشئ بيها تطبيق ديسك توب يشتغل على ويندوز لما انت تنمي مهاراتك في نفس اللغة ده شيء رائع جدا 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 انا بنصحك بدا اه بنصحك بدا يعني مش لازم تعمل تطبيق ديسك توب فقط معظم الناس في العالم دلوقتي بيحملوا هواتف تابلتس الى اخره فانا يعني بجد بجد نفسي معظمكم يشترك معانا في كورسي ماوي المدفوع بنشتغل بلغة سي شارب فيه بنعمل تطبيقات بفضل الله جميلة جدا اي حاجة هتحتاجوها بخصوص الموضوع ده هتلاقوها في الوصف لكن القصة مش قصة الاشتراك هقولك على حاجة حتى لو انت ما تقدرش كلمني على التليجرام بفضل الله في الرابط اللي تحت اللي هو يخص كورسي ماوي المدفوع تمام وممكن اخليك بفضل الله تأسط ثمن الكورسي معنديش مشكلة بفضل الله ومش هزود عليك حاجة لو قصدت مش هزود عليك حاجة القصة ان انت بتنمي مهارتك بشكل قوي جدا وجميل جدا بفضل الله انا عايز اقول لكم ان الكورس يعني هو يعتبر يعني ممكن نسميه دبلوما تمام الكورسي بفضل الله ان شاء الله المحاضرة الخادمة بعد لما تتشرح ان شاء الله وتنزل هنعدي هبقى كده عدينا المية وتلاتين ساعة شرح بفضل الله يعني بجد انصحكم ان انتوا يعني تنضموا معنا في الكورسي ده مش عشان حاجة صدقوني مش هتعرفوا غير لما تنضموا يعني فعلا الكورسي شغالين جواه بحاجات جمدة جدا بنعمل تطبيقات تشتغل على الاندرويد والاي او اس والماك او اس والويندوز يعني انت تعمل تطبيق يشتغل هو هو معك كمان على الماك او اس ديسك توب حاجة بصراحة جميلة جدا 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 طيب خلونا بقى نشوف هنعمل ايه في برنامج المبيعات بتاعنا عاوز اشغل التطبيق طبعا احنا زبطناه خلاص المرة السابقة بخصوص موضوة ان احنا نعمل ديزاين لريبورت فيور هنا على فيشا وسودة فينة اتنين وعشرين ان شاء الله هحاول ابحثه معكم في الحلقة القادمة ان شاء الله لان انا انا قرأت بعض التعليقات بتاعتكم وان شاء الله يعني حطت الموضوع في الحزبان بفضل الله ما تلوش يعني تمام طيب انا هعمل تسجيل دخول عاوزين نبص كده على البرنامج بتاعنا اللي احنا سايبينه بقالنا ست سنوات تقريبا على ما اتذكر طبعا عندنا اساس طبعا عايز اقولك على حاجة وانت ممكن تفتح السكك على بعضها ممكن تزبط يعني ممكن مسلا اساس دي تعريف الصنف هنا انت بتعمل بتعمل تعريف فقط للصنف ممكن مسلا نحسن بعد كده يعني يعني انا احنا هنا حطين ايه عاملين تخصيص اساس لوحده وكل حاجة لوحدها وبعدين عندنا بقى ايه بحس البحس برضو كل الاساس بس بالبحس يعني احنا اظن برمجنا برضو كل ده بفضل اللي اهو تمام طيب ممتاز يعني احنا عندنا اساس تعريف الصنف تعريف المورد تعريف العميل تعريف المغزن تعريف التصنيفات وضايفين حاجات اهو مدام في ترقيب هم Shanghai احنا ضايفين الحاجات ايه تعريف الוحدات الشركات المنشأ تعريف المنديب المصرفات الإرادات الموظفين زي الفل بفضل الله ماشي ده كده ايه اللي احنا عملنا يعني اخر حاجة عملناها يعني انا متذكر ان احنا فضلنا شغالين 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 طبعا كل ده لسه طبعا لان ده ده اعتبر صمرة في النهاية طبعا دي لازم نخلص حاجات قبلها الاول نفس القصة برضو في البيع احنا هنا حطيناها كاساس بس كل ده لسه طبعا كل ده لسه ماشي كل ده لسه هو الناس اللي شغالة معانا من بدري هتبقى عارفة الكلام ده كل اصلا الحاجات دي انت الاول لازم تعمل تأسيس الاول تعمل تأسيس للشغل بتاعك قبل ما تعمل اي حاجة ماشي التعديل اظن عملنا التعديل صحي كده كل ما يخص البيانات الاساسية على ما تذكر عملناه تمام التعديل انت هنا بتختار الصنف اللي هتعدل عليه وبتبدأ ان انت ايه تغير البيانات بتاعت وتزبط الحزف اظن برضو عملناه لانه يخص البيانات الاساسية حتى حطين زرر بالاحمر اهو البحث عملناه البيانات ايوه البيانات طيب دي عملنا فيها ايه في حاجات عاملينها هنا طيب خلونا ايه نيجي للبيانات والحتة اللي احنا لسه عندها يعني اخر حاجة عملناها او اخر حاجة اشتغلنا فيها هي استيراد بيانات من اكسل زي ما احنا ما شايفين اهو استيراد بيانات من ايه من اكسل اوكي بختار ملف اكسل طب عاوزين نجرب عاوزين نجرب الكلام ده اقفل كده البرنامج بتاعنا فلناه خلاص عندنا هنا مكان هنجرب فيه اسمه اكسل تست كليك يمين هنا من يوه هحط ملف اكسل فاضي ملف اكسل فاضي بص انا عملت قدامكم اهو خلاص واحدة واحدة بقى كده مع بعض عشان اختاره اصلا انت ايه انت كل ما بتقيد الشغل بتاعك كل ما بيكون الشغل بتاعك تقل الاخطاء بتاعته تقل الاخطاء بتاعته ماشي يعني انت هنا مسلا في البيانات استيراد انا ممكن اكون تخليك تدوس استيراد وخلاص طب ماشي طب واختارت ايه وعملت ايه فعشان كده ايه عاملينها مراحل اول مرحلة انك تختار الملف فانا هروح على الديسكتوب ادي الفولدر اللي احنا بنجرب عليه اختار الملف ده اختارناه خلاص الملف فيبدأ يفتح لك اختيار الشاشة فتختار الشاشة من هنا لو لو قلت لأ اقولك لازم تختار الشاشة ايه الشاشة دي اللي شغالين فيها اختارناها بندوس اختيار الشاشة بيرسلنا ايه الاكسل اليونت اللي احنا قلفناها بفضل الله هنا في مشكلة احنا عايزين نعالج قبل ما نستورد نكمل بقى احنا لسه بنكمل اهو ماشي عندنا هنا الاكسل شيت فاضي فطبيعي اي اكسل شيت فاضي بيبقى فيه شيت واحد ماشي طيب لو انا دست لو انا دست استراد الان بصوا مطلع عليش ارز خدوا بالكم هو اساسا المفروض يقول يرد يقول لي ايه مفروض يرد يقول لي ان خد بالك ان انت اصلا ما عندكش حاجة يعني بصوا انا لو فتحت الاكسل شيت ده قدامكم اهو اهو مفروض يقول لي انت ما عندكش حاجة فهمين النقص دي انت ما عندكش حاجة اساسا فعايزين نقول له انت ما عندكش حاجة فخلونا بص انا هقول لك على حاجة انا عارف اسم الشاشة هنا عارف اسم الشاشة هنا نفترض ان انت نسيت اسمها هتروح اعمل ايه هتروح رايح لبيانات من هنا هتدوس على التابة بتاعة شاشة بسهولة ما افترض ان انت ناسي يعني خطوا بالكم من القصة بس فها اسمها اف ار ام اكسل امبورت هروح عند اف ار ام اكسل امبورت اهي دابل كليكة عليها هفتح الشاشة نرجع للشاشة بتاعتنا شغلنا في استراد الام صح كده استراد الايه الام لان هي دي اللي احنا بنفتح فيها الملف خدوا بالكم طيب دابل كليكة عليها بعد ما افتح الملف بعد ما افتح الملف انا دست دولوقتي استراد الان استراد الان اول حاجة عايز اعملها قبل اي حاجة يعني قبل قبل حتى دي قبل دي قبل يعني هنا هنا الشغل على الصنف انا عايز اعمل شغل يسرع على الكل يسرع الصنف والعملة والموردين اي حد يعني اي حاجة انت فتحت ملف اكسل دولوقتي احنا بنقول في البداية كده في البداية كده هنعمل ايه عندنا طبعا انا بتذكر معاكم وانتو برضو فتكروا معايا وهوريك دولوقتي طريقة ان انت بفضل الله حتى لو نسي الاكوات حتى لو نسي كل حاجة بسهولة تسترجع الشغل بتاعك يعني انا فعلا فعلا البرنامج اللي قدامكم ده اخر مرة برمجت عليه هو من ست سنين على فكرة عشان تبقوا عارفين بس من ست سنين لكن مدام انت متأسس في لغة السي شرب صح بفضل الله متقلقش من اي حاجة اهم حاجة عندي انك تكون متأسس في لغة السي شرب تمام وطبعا الفيديو اللي احنا عملناه الفيديو ده بفضل الله يعني مش علشان انا اللي عمله صدقوني الفيديو ده قوي جدا بفضل الله يعني اول مفروض ان انا ما قلش كده بس فعلا هو كده بفضل الله صدقوني الفيديو ده اللي هو كان خمس ساعته تلاتة واربعين دقيقة وكمان كنت عاوز اعمل له ملحقات لان هم بيحدثوا في لغة السي شرب فالفيديو بصراحة قوي جدا بفضل الله يعني عايز اقول كم انهم خد معايا شغل تقريبا عشان يعني انتجوا تقريبا حوالي سبع شهور فتخيلوا انتوا بقى طيب المهم انا عارف ان انا ايه بسرع فيه شوية ويعني بقول لك يلا دلوقتي هنربع وهنعمل وبتاع معلش مهو علشان جاو مراجعة يعني فيارد تتقبلوه يعني طيب عايز اعمل ايه هنا عايز انادي على الاكسل اللي احنا شغالين منه دوت في عندي حاجة بتجيب لي الكولومون كاونت في ولا فيش في ايه مش هبعط له اسم شيت لأ عموما اهي تمام هترجع ايه هترجع انت طيب ممتاز ممتاز بعد ما فتحت الايه الملف بعد ما فتحت ايه الملف هاجي هنا هقول له اف اف ايه بقى لو الكولومونز كاونت دي اقلم الايه بصوا احنا فيش هات حاجات ممكن نعملها يعني انت بقى القيود اللي انت هتحطها هي اللي هتوزن الشغل بتاعك يعني ايه يعني دلوقتي هل انت في عدد معين من الكولومونز لازم يكون متوفر علشان تبدأ تشتغل ولا لأ فاهميني يعني انا دلوقتي هنا عندي مثلا الصنف لو جيت عشان بس اوضح الفكرة اعمل كومنتل دي وشغل البرنامج تاني عشان بس القصة تبقى واضحة مع هنا يعني تسجيل دخول وهنختار بيانات استراد اختار ملف اكسيل اللي احنا عملنا اهو دخلنا جواه اخترنا الشاشة لما بدوس هنا بيجيب لي هنا البيانات عندي هنا شاشة الصنف زي ما احنا ما شايفين بفضل اللي لا اهي شاشة الصنف فيها واحد اتنين تلاتة اربعة علشان اعمل امبورت فيها اربعة طيب المورد فيها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة شاشة المغزن واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كل واحدة مختلفة عن التانية فدلوقتي انت قدامك حاجة من اتنين او احنا و احنا جوا كل واحدة من دول حاجة تخصها بس حاجة تخصها بس حاجة تخصها بس طيب عايز تعمل الاتنين براحتك ما عنديش مشكلة يعني احنا ممكن نعمل الاتنين يعني ممكن اجي هنا اقول له لو الكونت عموما اقلم الواحد طب ازاي اقلم الواحد يعني او اقلم الاتنين او مفيش حاجة عندنا بتاخد عمود واحد ممكن انا حط شرط معين مثلا ان هي مثلا اتنين حتى برضو نبص كده مع بعض نشوف هل في حاجة اتنين اصلا ته برضو ممكن تحط حاجة عامة وحاجة خاصة على فكرة يعني حاجة عامة لكل وحاجة خاصة لكل شاشة اهو بيانات استراض بيانات من اكسل هنختار ملف اكسل اهو اللي احنا عملنا مع بعض حالا لسا عاملينه يعني اهو ادي الصنف دي اربعة قلنا المورد كتير العميل كتير ماشي كامل المخزن كتير كتير يعني اكتر من اتنين التصنيفات تلاتة يبقى دي اقل حاجة عندنا تلاتة اقل حاجة عندنا تلاتة حتى الان واحد اتنين اقل حاجة عندنا تلاتة اعمدة ماشي الوحدات تلاتة شركات المنشأ كتير المندوب تلاتة شاشة مسمى المصروف تلاتة مسمى الاراضة كده تلاقي زيها يعني تلاتة شاشة الموظف كتير شاشة الصنف استراد اكواد واحدة اه استراد اكواد واحدة يبقى احنا عندنا ايه واحدة ماشي يبقى لغاية دلوقتي اقل حاجة واحدة ماشي ركز بقى معاي لغاية دلوقتي اقل حاجة واحدة مش تلاتة واحدة استراد هاتف اكيد واحدة برضو اه ماشي خلاص واحدة خلاص خلاص هو ما يعني اكيد ما فيش حاجة بتستورد صفر يعني خلاص يبقى دلوقتي هنا هبدأ ان انا احط شرط للكل اولا فهنعمل هنا الكرل بتاع الاف ماشي طبعا هيتلع خطأ خلاص ماشي على طول هيتلع خطأ ريتر طبعا انا عارف ان الاكواد بتتكتب بطرق مختلفة وفي طرق بتبقى احسن من طرق في طرق بتبقى احسن في اختصارات في طرق بتبقى احسن في البرفورمانس ايه الى اخره بصوا انا مش هشغل بالي بكل الكلام ده خلاص انا هشغل بالي بالبرنامج اللي قدامي دلوقتي لان انت تقدر تدخل في اي وقت هتحسن زي ما انت محاوز المهم عايز اعمل ايه بقى هنا لو اقلم الاتنين هو قلنا في واحد خلاص لو اقلم الواحد صح كده طيب هنعمل هنقول فيها ايه هنقول فيها لا يوجد اعمدة لا يوجد اعمدة في لا يوجد اعمدة في الملف او فيه ملف الاكسل الذي تم اختياره ماشي بس وليتر تعال نشوف كده هل هو بيفترد عمود فاهميني فاهميني النقص دي اللي انا بقى اسألكم فيه بصوا اسألكم سؤال احنا لما عملنا الملف ده حطنا فيه شيتات الاجابة لا ما حطناش شيتات طيب double click عليه قدامنا هو هل احنا حطنا فيه اعمدة الاجابة لا بما اننا ما حطناش فيه شيتات فهو بيفترد ان فيه شيت اللي هو شيت وان اللي هو مفوش حاجة يعني فممكن يكون بيفترد عمود برضو والأرور ده ما يطلعش معانا فاهميني اللي انا اقصده شغل كده ندوس بيانات استراد اختار ملف الاكسل اللي هو ولا فيه اي حاجة خالص ماشي لو انا دست كده تمام طيب انا هدوس دلوقتي ما ما طلعش ارور خدتوا بالكم ليه لان هو مفترد مفترد عمود هو مفترد عمود انتو خدتوا بالكم من القصة مفترد ايه مفترد عمود طيب خلاص عموما احنا دي حطناها كده وبرضو يعني فيه حاجة جات في بالي لو احنا دخلنا هنا كده بص ما ينفعش تحزفه طيب خلاص سيبك من الحاجة اللي جات في بالي كنت هدخل احزفه واجرب ماشي دلوقتي خلاص لا يوجد اعمدة طيب نفس الشرط ده هتوسع بقى انا دلوقتي عملته بشكل ايه يعني بشكل مبدائي او بشكل عام يعني مع ان من وجهة نظري كمان يعتبر هنا ملوش لازمة عارفين ليه لان هو لو الشيط فاضي هيبقى بعمود يعني هو بيفترد عمود خدوا بالكم يعني العمود راجع مش بصفر لا راجع بواحد فانا من وجهة نظري شايف ان هنا دي ملهاش لازمة لان كده كده اي ملف اكسل مش هبقى فيها عمدة خالص عايزين تحطها تسيبوها احتياطي براحتك انا هسيبها احتياطي مش مشكلة سيبها هاخدها كابي بقى وهخصص لكل حاجة انا دلوقتي دخلت هنا العمودة اللازه تم اختياره العمودة اللازه تم اختياره كل الكلام ده عملنا قبل كده زمان من ست سنين يعني بفضل الله هاجي هنا بقى ماشي هحط افاية جديدة الصنفة عندي قلنا فيه اربعة يعني ماينفعش الكونت هنا يبقى اقل من اربعة ماينفعش الكونت يبقى اقل من اربعة تمام؟ حلو يبقى هاجي هنا اقول الارور هنا هيتغير او الارور اللي انا هطلعه يعني او رسالة الخطأ اللي انا هطلعها هتتغير لابد من وجود اربعة او اهو اربعة اعمدة لبدء استيراد الصنفة بس وريتيرن خلاص هيخرج زي اللي فوق زي الايه؟ زي اللي فوق الارور ده بقى هيظهر معاك ليه؟ لان اللي انت عندك اللي هو مفترده واحد واخدين بالكم من القصة اللي هو مفترده ايه؟ واحد شغل كده وتعالوا نشوف مع بعض ندوس تسجيل الدخول نجيب البيانات استيراد من اكسل نختار الملف اهو اختار الشاشة دوس اختيار الشاشة دوس بقى هنا اهو لابد من موجود اربعة اعمدة لباب استيراد الصنف يعني الشيط بتاعك دوك مفهوش اربع ايه؟ اعمدة طيب لو احنا قفلنا كده وفتحنا الشيط ده وعملنا الشيط تاني وعملت سيف وقفلت وشغلت البرنامج بتاعنا انا مش عايز افتح الاتنين مع بعض عشان ما يعملش error انا فيه two connections في الملف بيانات استيراد اختار ملف في الاسل اهو لازم اربعة برضه خلاص اقفل افتح حط شيتين كمان ادي شيت تالت ودي شيت رابع وعمل سيف شغل تسجيل الدخول هات بيانات استيراد من اكسل اختار ملف في الاكسل اختار الصنف ودوس اختيار الشاشة ودوس استيراد الان بص ما عملش ارر انا تعملت تعمل الحركة دي انتو خطوا بالكم من القصة ان هنا كبداية هنا كبداية زي ما احنا ما شايفين اهو قدامنا زي ما احنا ما شايفين قدامنا كبداية لما انا حطيت اربعة شيتس هو اعتبر ان انا عندي اربعة اعمدة مع ان انا ما عنديش ولا عمود اصلا وما طلع ليش اي اخطاء خالص لان ما فيش بيانات اصلا ما فيش اي حاجة في اي حاجة خلاص فهنا هنبدأ نسأل نفسنا سؤال هل حتى الان حتى الان كل التحققات اللي احنا عملناها دي تنفع فقط يعني وابدأ استيراد ولا فيه تحققات تاني عايز اعرف اراء حضراتكم عايز اعرف اراء حضراتكم كلكم شاركوا في التعليقات انا عايز اعرف اكمل يعني ابدأ استورد على كده بس مش عايزين استعجال فكروا بتاني يعني قبل ما تجاوب قبل ما تكتب تعليقك فكر الاول بتاني احنا شغالين في البرنامج ده من فترة بفضل الله هنا بعد اللي انا عملته ده ان انا افتح الشيت بتاعنا بفضل الله واحط فيه اربع شيتات والايه هو محتسبهم ان كل شيت بعمود فاضي يعني هل ابدأ استراد على كده ولا في تحقق تاني لو هبدأ استراد على طول قلولي رأيكم ولو في تحقق تاني قلولي رأيكم وهل كمان يعني عايز اراءكم في حاجة تاني ده كده رأي خلاص عايز اراءكم في حاجة تاني لو في يعني خلاص انت بقى ايه شغل دماغك انت راجل مبرمج بقى لو في تحققات قبل الاستراد هل التحققات دي هتكون من أي نوعية وهتكون إيه بالزبط منتظر أرأكم لغاية لما نتقابل إن شاء الله في الحلقة القادمة بشكركم لحسن استماعكم ويرب تكونوا استفادتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته